نحن نؤمن بالنظام الغذاء المتوازن مع وجود البدائل ايش يعني البدائل؟ بدل ما استخدم السكر ممكن استخدم المحليات تحديداً لستيفيا كونها أكثر أماناً بدل ما استخدم الرزق أرجع للفضل نفس الفكرة في موضوع الكيتوجينيك بيلاقيه في موضوع الصيام المتقطع الصيام المتقطع هو مش رجيم زي الكيتوجينيك هو نظام هو فكرة الصيام المتقطع ليس ما بدور على ماذا تأكل بقدر ما بدور متى تأكل لأن الصيام المتقطع هو أنه أنت تصوم ساعات طويلة هذا الصيام أنك ما تأكل أي نوع أكل صلب يعني ما تمدغ ولكن بإمكانك تشرب بدون سكر طبعاً ولستة عشر ساعة الصيام وثمان ساعات تأكل أو فيه اللي هو نظام الخمسة اثنين خمس ساعات الصيام ساعتين أكل الصيام لمدة 12 ساعة الصوم 12 ساعة وبعد 12 ساعة الصيام 12 ساعة أكل أو فيه نظام أنك تصوم يوم كامل في الأسبوع فيه نظام الصيام يومين بالأسبوع وفيه اللي هو الإسلوب العسكري بيقوله عنه اللي هو أنك تأكل أربع ساعات وتصوم بجيت اليوم برضو هنا السؤال رح نطرحه مرة أخرى هل هذا النظام اللي هو الصيام المتقطع أنا بقدر عليه ولا لا تمام إذا أنا بدي أمشي عليه أسبوع أسبوعين قلنا ممكن هاي الأنظمة أنا أمشي عليها ولكن ماذا بعد لكن إذا أنا بدي أمشي عليه طول العمر وأنت لديك القدرة أن تتعايش مع هذا النظام طول العمر ولكن تلتزم بشروطه بنقول لك تفضل توقع الله ولكن خد بالك برضو رح تواجهك بعض المشاكل بالمستقبل اليوم لما أنا أصوم 16 ساعة وفقط أشرب مياه والآخره وأشرب مشروبات ساخنة إلى وأبدأ أتناول الأكل الآن معظم الناس يشتر البصير هي نفس الفكرة أنه أنا أنتوا عارفين في الصيام الجسم بيسهلك الطاقة أو بيسهلك السكر اللي أنا أكلته وبعد ذلك بيبدأ يخش على الجليكوجين عشان يحول له طاقة وبعد ذلك بروح على الدهون هي نفس الفكرة تمام بعد 16 ساعة أنا هنا إيش بدي أكل ما وإذا أنا بدي أرجع أكل الأكل السيء تبعي برضو كأنك يا بو زيد ما غازيت يعني أنت راح تصوم 16 ساعة وبعدك ترجع زي ما بصير معنا في رمضان في رمضان للأسف الشديد وأصومه تصحه بنلاقي أنه الناس في رمضان وزنة بيزيد ليش؟ لأنه صاح بصوم 16 ساعة بس بعدك ما بيخلي شيء إلا بيأكله تمام؟ الآن 8 ساعت هاي اللي أنا بدي أكلها برضو بدي ترجع لنظام غذائي متوازن وأنا بدي أبدأ مثلا بسكريات مثلا زي الطمر تمام؟ ما تكون كميات كبيرة وبرضو في صيام النتقات برغزه على بروتين ونسبة الدهون أعلى من الكاربوهيدريات ولكن هرجع تاني أقول أنه إذا أنا تناولت الأكل بشراها بعد الصيام راح كل شغلك راح يكون على الفاضي ووزنك مش راح ينزل بالعكس ممكن يزيد كمان لازم أنك تدخل في عملية تنظيم وتعتمد على الخضار في هذا الموضوع طيب مازال أنا بدي أعمل هذا الاشتماعي ممكن أعمله بدون صيام خلاص أنظم أكلي وبدون ما أدخل في صيام المتقطع أو الكيتوجينيك نرجع للنظام الغذائي المتوازن فلينظر الإنسان إلى طعامه ولكن بإمكان أنه أنا أصوم مثلا يومين بالأسبوع ما في مشكلة أصوم ثلاثة أيام بالشهر ويومين بالأسبوع ما في مشكلة وهذا موجود أو ممكن تصوم أيام برضو ما في مشكلة هذا إشي برجع لك ولكن خد بالك أنه الصيام المستمر أنه أنا أصوم سنة سنتين على هذا الموضوع أعتقد هذا الموضوع صعب أنه إحنا نمشي عليه البروتين بشكل أساسي وبرضو قليل الكاربوهايدريت والفكرة تبعت الأتكنز أنه البروتينات صعبة للهضم وبتشبعني أكتر ولكن طبعا هيصير عندي نفس المشكلة في جسمي ارتفاع نسبة البروتين لما أكل كميات كبيرة من البروتين الكلام مش هتقدر تفرتل هيصير عنده حموضة في الدم هترتفع اليوريك أسيد هندخل في حدوتها ومشاكل صحية إلها أول ما إلها آخر طبع عشان نطلع من هذا الموضوع كله نحن ما نؤمن به هو التوازن الغذائي تمام فلينظر الإنسان إلى طعامه أنت عندك كاربوهايدريت دور على السكرية المعقدة تمام برضو بكميات وليس الإفراط فيها عندك بروتين تناوله عندك دهون دور على الدهون المفيدة وهذا كله يجب أن يرافقه ممارسة الرياضة اللي راح تساعدني في عمليات الحرق نحن نؤمن بالنظام الغذاء المتوازن مع وجود البدائل إيش يعني البدائل؟ بدل ما أستخدم السكر ممكن أستخدم المحليات تحديدا لستيفيا كونها أكثر أمانا بدل ما أستخدم الرز أرجع للبرغ بدل ما أستخدم الخبز الأبيض أروح للخبز القمح الكامل بدل ما أستخدم الدهون المشبعة والمهضرجة والزيوت الضرة أرجع للزيوت الطبيعية زي زيت الزتون وزيت السيرجي البلدي وزيت الكتان والزبدة البقر الطبيعي برضو كله يجب أن يكون بكميات متوازنة حسب الاحتياج وما ندور على السعرات فقط لأنه في نظام تاني وكثير بعض الناس بتتبعوه هو بيجي بيحسب أنه أنا بدي 1200 سعر حرار وبدأ يقرأ والله أنا المهم أخذ 1200 سعر حرار من ممكن أخذ 1200 سعر حرار الشوكولاتة في اليوم طب هل الشوكولاتة هي أكل صحي؟ لا لازم دائما ندور على نوعية الطعام وليس على الكمية بدأ أدور عن نوع هل هذا الأكل نوعيته جيدة نوعيته مفيدة نوعيته راح تتغزي جسمي وما يصير عندي مشاكل صحية هذا يا جماعة أهم شيء ندور عليه وتذكروا دائما الاستمرارية في النظام أهم شيء الاستمرارية في أي نظام غزاية إحنا بنتبعه مع زي ما قلنا وجود البدائر وتغيير العادات الغزاية عشان هيك إحنا يعني قبل ما نبدأ بأي نظام أو حتى ندي لأي شخص نظام لازم نأسس على تغيير الأفكار أنه أنا كيف أبدأ أغير الفكرة تجاه جسدي أول شيء أنه لازم أنا أحب جسمي وأحترم جسمي حتى وإن كنت ناصح وإن كنت ضعيف تمام هنرجع تاني للكلام اللي حكيناه بالأول مش أنه أنا ناصحي أنه أنا ممنوع أعيش لا أنه أنا ناصح إذن أنا إنسان فمن حق الحياة تمام لكن أنا بدي أسعى للأفضل أنا بحب حالي اليوم وراح أحبها بكرة أكتر لما أضعف عشان ذاتي عشان نفسي عشان أضعف عشان نفسي إذن أول شيء هو تغيير الأفكار بعدك بيجي تغيير السلوك أنا اقتنعت بالخبز الجامع اقتنعت بالكذا اقتنعت بالأكل الصحي بكميات متوازنة هبدأ أطبق هذا اسمه سلوك بديت أغير بدال مثلا يوم الجمعة بدال الفت اللي كنا نعمل بشكل تقليدي هروح أجيب صاج جمح هشيل جلد الجياش قبل الطبيق هجلل الإدام الروز راح أنجع وإذا بدي أستخدم روز أو برغل نفس الفكرة بدي أقلل مثلا بدي أجلل لوز مثلا أو إيش بدي أجلل نسبة الزيت وهيك كلنا أكلنا فت وانبسطنا برضو هنلجع تاني الكمية عبدور وإن كان أكل صحي كمان مش معناته أكل صحي نأكل بالدياء لا برضو الكمية مهمة ولكن أكلت شيء يفيد جسمي وكل البيت انبسط إذن هنا صار عندنا من تغيير السلوك بدأت أطبقه هتلاقي حالك وصلت إلى مرحلة تثبيت العادات شو يعني العادات أنه أنا طلقائيا صرت أكل خبز جمح طلقائيا أنا صرت أشيل جلد الجياش طلقائيا أنا صرت أمارس رياضة طلقائيا أنا بديت أحب حالي طلقائيا أنا لقيت حالي بمشي بالاتجاه الإيجابي هذا الشيء إذا ترسخ عندي طلقائيا مش رح يرجع وزني يزيد لأنه هذه كلها أصبحت عادة موجودة عندي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر